تتجه الأنظار صوب كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي صاحبة الأعراق المتعددة التي تسعى لدخول التاريخ الأمريكي من أوسع أبوابه وتحقيق الحلم الذي فشلت هيلاري كلينتون في تحقيقه عام 2016 كاميلا هاريس القانونية والمدعية العامة والسياسية تسير اليوم بخطوات لم تثبت بعد نحو قيادة مطبخ القرار الأمريكي هاريس صاحبة الأعراق المتعددة ولدت عام 1964 في أوكلند بولاية كاليفورنيا لأبا جامايكي وأم هندية بدأت هاريس حياتها المهنية بعد أن تخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هستينغز للقانون وبعدما كانت مدعية عامة في سان فرانسيسكو لولايتين بين العامين 2004 و2011 انتخبت مرتين مدعية عامة لولاية كاليفورنيا بين العامين 2011 و2017 قبل أن تصبح أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تدير أجهزة قضائية في أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان ولهاريس تجربة جيدة في مجال السياسة إذ في العام 2017 أدت اليمين عضوا في مجلس الشيوخ في واشنطن كسيناتر عن ولاية كاليفورنيا نائبة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى لدخول التاريخ الأمريكي من أوسع أبوابه وتحقيق الحلم الذي فشلت هيلاري كلينتون في تحقيقه عام 2016 حيث اعتبرت هاريس من كبار المنافسين والمرشحين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 وفي العام 2019 أعلنت بشكل رسمي ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020 إلا أنها لم تفز بترشيح الحزب الديمقراطي لتنسحب من السباق وتصبح نائبة الرئيس الحالي كأول امرأة تشغل المنصب في تاريخ الولايات المتحدة قرار بايدن بالتنحي عن سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة يمنح هاريس فرصة جديدة لدخول المكتب البيضوي من أوسع أبوابه كرئيسة هذه المرة فبايدن وعلى الرغم من إعلان دعمه لها لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية إلا أن ذلك غير كاف فهاريس مطالبة بالحصول على تسكية ودعم من الديمقراطيين لنيل بطاقة الترشح عن الحزب كما أن انسحاب بايدن جعلت تذكرة الرئاسية متاحة أمام أعضاء الحزب الديمقراطي الذين سارع البعض منهم لنيلها مثل جريتشين ويتمر البالغة 52 عاما التي تشغل منصب حاكمة ولاية ميشيغن التي تعد من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية وهي حجة قوية وفقا لمؤيدي ترشيحها للرئاسة ومن هؤلاء الأعضاء جوش شابيرو البالغ 51 عاماً الذي يحكم ولاية بنسلفانيا أكبر ولاية متأرجحة المعروف بأسلوبه الخطابي الفاعل وهو وسطي وهي صفات يمكن أن تحمله إلى الرئاسة جافن نيوسوم البالغ 56 عاماً حاكم ولاية كاليفورنيا منذ خمسة أعوام والتي جعلها ملاذاً متاحاً لعمليات الإجهاض يعد من أشد الداعمين لبايدن ورفض الحديث عن استفداله قبل انسحابه إلا أن التطور اللافت إعلان شابيرو حاكم بنسلفانيا ونيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا دعمهما لهارس لخوض الانتخابات المقبلة بالإضافة للعديد من الديمقراطيين الذين دعموا هارس في السباق الرئاسي على الرغم من الصمت الذي يخيم على البعض قال الكريملين انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية لم يشكل له مفاجآة كبيرة وأضف الكريملين أن نائبة الرئيس كامال هارس لم يكن لها حتى الآن أي مساهمة في العلاقات الروسية الأمريكية وذكر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن تقلبات السياسة الأمريكية لا تمثل أولوية لموسكو التي تركز على تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا من أوهايو رحب المختص بأشياء الأمريكية خالد قشو علان ومرحبا بك معنا سيد خالد عمليات التأييد تتزايد بشكل واضح الآن خلال الساعات الماضية ومنذ إعلان كامالا هارس كمرشحة لستثناء مكان جو بايدن كيف يمكن حديث عن السيناريو الآن المتوقع الذهاب في داخل الحزب الديموقراطي وتداعيات ما حدث أيضا لا شك أنه منذ البارحة منذ إعلان الرئيس بايدن عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة وإعلان تأييده لكامالا هارس قام الكثير من أعضاء الحزب الديموقراطي بإعلان تأييدهم أيضا لمن اختارها الرئيس بايدن وهو الخيار الآمن والخيار الأمثل للحزب الديموقراطي اليوم وهي كامالا هارس الكثير من أعضاء الحزب الديموقراطي والسانتورز وأعضاء مجلس الشيوخ أعلن تأييدهم ولكن هناك أيضا عن الجبهة الأخرى بعض الشخصيات الباردة في الحزب الديمقراطي التي أعلنت أنها تشكر الرئيس بايدن على موقفه بأنه لن يقوم بترشيح نفسه بذرة رئاسية ثانية ولكنها نفس الوقت لن تتبني المرشح الذي أيده الرئيس بايدن وهو كاميدا هاريس مثل أوباما مثل نانسي بلوسي مثل حاكم لايت كاليفورنيا نيونسوم مثل براون سانتور أوهريو هؤلاء وهم يعبدون قادة الحزب الديمقراطي وهم أن يخذت القيادة في الحزب الديمقراطية لحد هذه النحظة لم يعلنوا اندورسمنت لم يعلنوا تأييدهم لكاميدا هاريس كاميرا شح للحزب الديمقراطي الآن هناك خيارات مرتوحة هناك البعض يتحدث عن اتهاد إلى مؤتمر عام مرتوح للحزب الديمقراطي في 19 من شهر آخر في مدينة شيكاغو ولكن على أغلب تقدير أن الأمور اليوم والتطورات داخل الحزب الديمقراطي تتجه إذا نحو توازنات لمن سوف يتقاسم تذكرة الترشح مع كاميرا هاريس وسوف يكون نائبا لكاميرا هاريس لذلك لم يعلنوا تأييدهم لكاميرا هاريس ولكن ساحة كاميرا هاريس والذهاب إلى مؤتمر مفتوح قد يذكر الديمقراطيين بما حدث عام 1968 عندما حصل هذا السيناريو تماما وأعلن رئيس لندن جونسون عدم ترشحه لدورة رئاسية ثانية وذهب الديمقراطيين إلى مؤتمر مفتوح في مدينة شيكاغو وخسروا على ذلك على أثر هذا المؤتمر الذي تصارعوا فيه الانتخابات الرئاسية اليوم لم يتبقى سوى مئة وستة أيام للموعد الانتخابات الرئاسية القادمة والخيارات أصبحت صعبة ويجب على الديمقراطيين أن يتخذوا قرارا حاسما لمن سيكون مرشحهم ونائب الرئيس ونائب الرئيس طيب فقط أشير إلى هذه الصور التي تريدنا مباشرة إبقى معي سيد خالد هي من البيت الأبيض في أول ظهور لكاميرا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي بعد دعم ترشيحها لانتخابات الرئاسة من قبل جو بايدن والحديث عن التأييد الذي تحاول اكتسابه الآن بشكل واضح من الحزب الديمقراطي إذن هذه الكلمة تلقيها كاميرا هاريس في البيت الأبيض لعدد من مؤيديها وتتحدث فيها لربما عن عملية الترشيح سيد خالد ما هي الحضوض التي من الممكن الحديث عنها بغض النظر عن مسألة الاختيار والدعم بشكل أكبر لكاميرا هاريس أو اختيار نائب لكاميرا هاريس الذي سيخوض أيضا السباق الرئاسي في المرحلة القادمة ما الحضوض التي من الممكن الحديث عنها لكاميرا هاريس في مواجهة الترامب بالتأكيد أن كاميرا هاريس ستستطيع أن تقود حملة انتخابية أقل ما يقال عنها أنها أفضل من الحملة الانتخابية التي كان يقودها الرئيس وذلك أنها كانت تعمل كمدعي عام قادرة على أن تحاور وأن تناظر الرئيس الصادق ترامب في مناظرة تلفزيونية وأن تقود حملة أقل ما يوصف عنها بأنها شريفة أيضا هي الوريثة الشرعية لصندوق الحملة الانتخابية التي والتبرعات التي كانت ترجل صندوق بايدن وكاميرا هاريس بايدن وكاميرا هاريس والذي يقدر حجم هذا الصندوق بمائتين مليون دولار أيضا هي أيضا الوريثة للشكل أو للفريق الانتخابي الذي كان يدير حملة الرئيس بايدن وبالتالي سوف يستطيع أن يتابع ويكمل هذا الفريق عمل إدارة الحملة الانتخابية ويدير حملة هاريس على هذا الأساس ولكن لا يوجد مرشح اليوم في الحزب الديمقراطي قادر على تشكيل فريق بمئة يوم أو بأقل من مئة يوم وأن يستطيع أن يحصل على تذكرة الحزب الديمقراطي وأن يستطيع بهذا الفريق أيضا أن يتفوق على ترامب في الانتخابات وأن يستطيع أن يحصد مئات الملايين من الجلارات من المتبرعين اليوم في هذه اللحظة نرى خريطة التبرعات بالمبالغ الصغرى تأتي على كاميرا هاريس وتأتي على الحقيبة المالية لكاميرا هاريس بالملايين من كافة الولايات من الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي على أغلب تقدير أن كاميرا هاريس سوف تأخذ هذه البطاقة الانتخابية وسوف اليوم الحديث على من سوف يتقاثم مع كاميرا هاريس البطاقة الترشح ويجب أن يكون هذا المرشح كنائب للرئيس يجب أن يكون رجل أبيض من إحدى الولايات المتأرجحة أو من إحدى الولايات المحافظة شكرا لك على كل هذه التفاصيل من أوهايو المختص بأشياء الأمريكي خالد قشوع ترجمة نانسي قنقر